أول عملية عسكرية بحرية تحت اسمي نافورميد تقضي بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين وفي حال تم أعطاء موافقة الأمم المتحدة يمكن تفتيش مراكب تهريب البشر ومسادرتها وإرغامها على تغيير مسارها في المياه الإقليمية الليبية مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني أعلنت أنه تم اتخاذ هذا القرار بهدف تعطيل نمط عمل شبكات المهربين في المتوسط كما عبرت عن أملها في أن يكون كل شيء جاهزا لإطلاق العملية اعتبارا من الشهر الجاري لكن الحكومة الليبية أعلنت رفضها للعملية البحرية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنيها بحسب ما أفاد به المتحدث باسمها حاتم العريبي الذي أضف أن حكومته لن ترضى بأي خلق للسيادة الليبية وأنها لن توافق على الخطة إلا إذا كانت بالتنسيق معها من جانبها ترى منظمات تهتم بشؤون الهجرة غير الشرعية أن هذه العملية لن تنجح سوى بدفع المهاجرين إلى تغيير الطرق التي يستخدمونها للوصول إلى أوروبا أما منظمة هيومان رايت وووتش فاعتبرت هذه العملية عبارة عن محض جنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر